خليني أبدأ معك يا كابتن من منتخب مصر شايف إزاي مباراة كينيا في ناس كتير شايف أنها مباراة سهلة ولكن أنا عايز أعرف وجهة نظر حضرتك لها وإزاي مفروض كابتن حسام البدر يتعامل مع المباراة دي أفضل تشكيلة لخوض مباراة كينيا ما فيش مبدأة مباراة سهلة يعني دلوقتي في الكرة الموجودة دلوقتي كرة اللي بتتلاعي في إفريقيا ما فيش منتخبات بقت سهلة صحيح فيه منتخبات أقوى من منتخبات زي منتخبات الصف الأول المنتخب مثلا الجزائري المنتخب السنغالي كاميرو نيجيريا مصر تونس المغرب لكن المنتخبات الوسط واللي كانت بنقول عليها منتخبات الصف الثالث أو المستوى الثالث أصبحت في السبع ثمان سنين الأخيرة مستوياتها بترتفع بصورة كبيرة جدا لأنه في عدد المحترفين في الخارج بقى كبير في القرى الإفريقية عامة وفي كل الدول يعني الأول كان المنتخبات اللي أنا ذكرتها في الأول هي أكتر تمتلك أكبر عدد من المحترفين في الخارج اللي هي المنتخبات المغربي والجزائري والسنغالي والنجيري والكاميرون اللي هي غرب إفريقيا وشمال إفريقي في السنوات الأخيرة ابتدت بقى كل المنتخبات الإفريقية بيبقى فيها عدد كبيرة أو المحترفين لما تتكلم عن المنتخب الأنجولي الجابون كينيا تنزانيا أغندا بقى عندهم عدد محترفين في أوروبا في آسيا في الصين واليابان في السعودية يعني ابتدوا أعداد كبيرة فالمستويات ارتفعت والمداربين اللي متمرانوا معاهم الاحتكاكات اللي بياخدوها فما عدش فيه منتخبات سهلة سهولة اللي انت بتلعبي وانت ضمنها 100% تتكسا فالمباراة مش هتبقى سهلة ولأن المنتخب الكيني كمان دي تعتبر آخر فرصة لي بالضبط هم أكيد مسكين فيها بأيديهم وسنانهم لأن احنا وجزر أمر 8 نقط وهم تلاتة فالأهداف بس المنتخب مصر فهم لو ما كسبوش يعني بنسبة 95% خلاص هم هيبقوا برا الموضوع لأنها تبقى يعني مصر والجزر القمر هم في الغالب هيقدروا يوصلوا للأمم الإفريقية في الكاميرو التشكيلة المثالية من وجهة نظرك تشكيلة المثالية يعني في الفترة الأخيرة المنتخب المصري يبتدى يبقى عنده تكوين الشعب كله يقدر يقول على 8 مراكز مثلا أو 9 من سنتين ثلاثة ما كانش ده موجود من سنتين ثلاثة كان موجود الشناوي محمد صلاح تريزيجي طريق حامد حجازي الخمسة دولة اللي كانوا بيشكلوا الأساس في المنتخب النني والنني طبعا النني معاهم طبعا لكن ما كانش واضح البكريت ما كانش واضح البكليفت ما كانش واضح قلب الدفاع التاني اللي جنب حجازي ما كانش واضح راس الحربة ما كانش أحيانا واضح الرجل اللي بلعب تحت راس الحربة ففي السنتين الأخرانين ولما مسك كابتن حسام وقابليها بشوية ابتدت التكوينة قربت تكمل موجود الشناوي محمد هاني دلوقتي في الزاهر الأيمن الوينش وإحجازي أيمن أشرف دلوقتي وأبو الفتوح حصلت أعتقد إصابة أو حاجة ما راحش فممكن نبقى أيمن أشرف طريق حامد هي هو الاختلاف في النني هي فيها معضلة شوية النني بلعب في الأرسنل وراجل محترف بقى له فترة طويلة ولعب كويس طبعا ولكن مرضوده بره بيبقى أكتر من مصر أكتر من بلعب من منتخب المصر فظهر السولية بصورة كويسة جدا حمدي فاتح ظهر بصورة كويسة جدا فهل بقى كابتن حسام هيفضل النني وطريق حامد وهيرايح عمر وحمدي السولية كبدلاء يعني ده ممكن تكون متوقعة برضو بعد كده الرباع الأمامي يعني بالنسبة 99% هو اللي هيكون موجود محمد صلاح طبعا تريزي جي نول في الأطراف مصطفى محمد في رأس الحربة ومجدي أفشا تحت مصطفى محمد ده يعني الشكل اللي في الغالب هيكون موجود الوفرة الهجومية لعند كابتن حسام البدري دلوقتي بتتكلم بقى عن أنت عندك حسام حسن هدفل دوري المصري الحادث دلوقتي عندك شريف وعندك أحمد ياسر ريان ومحمد صلاح أنا أتكلم عن الوفرة الهجومية يعني عدد كبير من اللعيب عشان مش عايز أنسحد هل ده ممكن يسبب له مشكلة في أنه مش هيبقى يعني يغير بقى طريقة اللعب مش هيبقى عارف يبدأ بمين مين أفضل مين جنب مين ولا بالعكس الموضوع أن أنت يبقى عندك أوبشنز كتير ده كويس هو طبعا كل ما يكون عندك أوبشنز كتير ده بيديكي أفضلية في أنك أنت تختار كويس وانت عارفة الضروف كمان موضوع كورونا ما تظنونيش في أي لحظة مين اللي بيغيب ممكن يحصل غيابات العيب ومحترفين ساعات أنديتهم تبقى في الظروف ممكن يمتنعون أن يجوا فحاجة كويسة أن يكون عندك وفرة كويسة من اللاعبين يعني إحنا أنا أممكن السؤال اللي فات كنت بقولك في مراكز في آخر سنتين تتبقيتش واضحة للمنتخب المصري بعد اعتزالات ناس أو كبر سن ناس زي موضوع مدفتحي زي موضوع سيد معوض عبد الشافي قصدي عبد الشافي زي موضوع يعني في مراكز مكنتش خلاص مش موجودة يعني فالوفرة لأي مدير فني ميزة مش عيب الوفرة أنك أنت يبقى عندك ناس تقدر تتنافس دي مهمة جدا ولكن أنا أقلت لك فيه خطوط فيه أسامي واضحة في التشكيل الأساسي يعني محمد صلاح أكيد هو كل الاختلاف في مين اللي تحت رأس الحربة ومين الرأس الحربة لأنهم برضو نفس الكلام اللي قدتوا على الزهير الأيمن والزهير الأيصر ما كانوش واضحين بالنسبة للمنتخب المصري في آخر سنتين كان فترة بيلعب عبد الله السعيد تحت رأس الحربة كان فترة بيلعب أحيانا مجد بيروح أو أحيانا كان بيغيب رأس الحربة ما كانش واضح أوي قبل مصطفى محمد مصطفى محمد محمد ابتدى يتقلق مع نادي الزمالك ثم دلوقتي في الدورة التركي فبنسبة كبيرة هو لا يكون بادئ لكن ده لا يمنع أن محمد شريف هايل طبعا وماشي بصورة كويسة جدا مع النادي الآلي أحمد ياسر ريام ما أدي أداء كويس من ساعة مراحل سيراميكا كوروباترا وحسام حسن طبعا ماشي كويس بصورة كويسة بسموحة في تنافس هيبقى موجود ولكن أعتقد الأفضلية في البداية هتكون لمصطفى محمد مصطفى محمد أعتقد هو متقلق جدا الحقيقة في الدورة التركية عندما لعب مهمة منتخب مصر